السلام عليكم اخواتي كديري اللبس اليكم تمنى تكونوا على اخير وباخير صحة جيدة ان شاء الله نخيط مع اضينا نفصل معاكم واحدة الحجاب الحجاب يكون عنده الصاي وعنده الفقاني ديانه ذاك الحجابة اللي كي لبسوا المحجابات واللي كي لبسوا مثل منقابات انا عندي التوف في هانا 4 متر ونص حيث ملاتو طايا كبيرة وما يمكن يقدكم غير 3 متر ونص ولا 4 متر يمكنكم تدخلوه في هاد الحجاب هادا هنا راني قطعت الطول ديال الفقاني هادي نقطعو نقسمو على جوج انحيد الخلف غنخليه بوحده والامام بوحده عندي في الطول ديال القطعة الفقانية 1.5 متر كما كتشوفو هنا يرا طويتو هنحيد ذاك ميتر وخمسة نقطحها باش يكون عندي الخلف بوحده والامام بوحده نحط واحد فق واحد كما كتشوفو غادي نقسمو غادي نفرقو داك قطعة اللي اختها مقات التوب انا التوب را كان عندي تقيل اوكي هرب لي حتا التوب هادا ديال الحجابات هادا شوية غلاد وهاد الحجاب هادا يمكن لكم تديروه بتوب ديال الكريب كي يجيزوين التوب ديال رايحانة التوب البرادا بزاف ديال الانواع ديال التوب هادا كان وحد التوب غلاد تهوكي ديروه المحجابات شي شوية واقف ماشي بحل الكريب هنا يغل حيت هاداك الخلف بوحده وغادي نطوي هاداك التوب اللي بقالي غادي نطويها كيما كتشوفو على جوج كنديروه في العرض ديالو كنفصلوه كيما كتشوفوها كاكف الطول العرض هو اللي كي بقالي من الفوق هو ذاك ميترانس في المنكب كنقسمها على جوج كيما كتشوفو كنطويها على جوج كنديروه نحيدو 1 ربع سنتيم هادا غندير فيها صدايف في الامان انتم ما تشوفو ان شاء الله هاد طريقة ديال الخياطة ديالها كي هندير لها وغندير عليا صدايفة من الفوق وغنجيب هاد القطعة هادي ديال الخلف وغنحطها عاود هنطويها على جوج بحال تحتانية بحالي الاما صافي حتة الخلف على الاما هادك اللي فيها 4 سنتيم هي ديال الاما وغنحط لكتاف ديالي عندي 22 في الكتاف وغادي نحبط ثلاثة سنتيم طيح الكتاف عادي وندير الدور هذا الرقابة راك ندير فيها 12 لحسب هاد الحيجاب هادا راك يكون ما كيكون الدور عندو عريضة لحسب غيكون عندو غيطاء ديال الرأس ونهبط ثمانية سنتيم ذاك ثمانية سنتيم راك نهبط بيها في الامام وفي الخلف كما كتشوفو هكا كندورها كتجي الحلة شوية كبيرة هادي هادي غادي نحط دك العرض اللي عندي يفدته غاني يخليه كامل غادي نشده كامل غادي نشده كامل غادي بقى خاصني 11 سنتيم باش نكمل الكمان كمام كان عندي فيهم 60 سنتيم حطيته تم ما كما كتشوفو علمت لحسب التحتاني را عندي داخل صافي وغادي نحط المثلة ديالي راك نشدهم دك النقطة ديال الكتف ديال الرقابة وكنطيح الكتف ديالي مثل غادي نقضي الميسترار ما عنديش مقادة هنا كنميلها في مطحت لي كنعلم باش يجيوا الكتف طيحين مزيين صافي دا بطيحة الكتف ديالي غادي ندير دك الدورة ديال ديال ليمونش فين غادي تلسق ليل بانده هنا رادرت فيها 20 حساب التوبره ما كيتيريش خصاتكم شوية مرخوفة باش ما تزيرش على الليد وفي العرض من التحت راك ندير فيها 52 حطيت في العرض ديال الصدر حطيت فيها تايا 52 صافي وكنشد منا من العرض من التحت وكنطلح تافين عندي داك الدورة ديال الصدر ديالي كان هبط 24 في الدورة الصدر ونخرج ندير 52 للفوق و 52 مل تحت وكندير داك الدورة كيما كتشوفو كنخرجها الليمونش كنجيبها فين حطة العبار ديال الصدر ديالي حيث هاد الحجاب كيبغي يكون عريض مولاتو هادي عامرة وبغاتو يكون جيهة عريض سوفي كانوا بطمعها كيما كتشوفو راح ساهل كيما قلت لكم من الدورة ديال ايفازي راك ندير فيها 52 وكتطلع نيشان حتى للصدر الليمونش راكتديرو العرض عشرين هنا انا غضي يكون عندي الخلف طول من الامة مزار غضي نقسم من الامة وحدة وحدة ل 15 سنتيم من الامة راسة هاد الحجاب هادا كلكم تخيطو هاد الحجاب هادا في ساعة المقانة كان طلع وحدة 15 سنتيم وكان هبطها للقنت كيما كتشوفو كنطيحها للقنت نيشان كنخرز زيرو في القنت كتجي طالعة خصوصا فتوب نازل ديال الكريب هاد الموضل كيجي زوين صافي كما كتشوفو معناعة شكل هادا كنحيد هادا قطعة ديال فقانية وكان جيب التوب اللي بقالي وكان نفصل الصايا الصايا غاد يدخل هنا جج متر كما قلت لكم مولاتها بغاتها عريضة يمكنك إلا كان عندك ثلاثة ميتر في هاد الموضل هادا يمكنك تديري في الصايا متر غيا ما كتجيش عريضة بزاف من التحت ما كتجيش افازي أنا هنا غندير لها جج متر كما قلت شوفو هنا علمت متر وطبيته على جج هي جج متر كما قلت شوفو هنا كما قلت شوفو هنا كما قلت شوفو هنا اشتركوا في القناة نضيف الدورة الحزام نضيف الدورة الحزام عندي 30 ونضيف دولة تكمش الاتفاق نضيف 10 سنتين لكي نضيف من فوق طول عندي 100.5 في الصاية ونضيف دولة نضيف الدورة الحزام ونضيف plan ونضيف الدورة الحزام كي نضيف الدورة الحزام لم يأتي في الصاية الحزام ولكنني فقط نضيف الدورة الحزام هنا يبحل درس فلاستيك درس فيها 40 ومالتحت ركي نخلي على العرض اللي فيه تكس جميتر ذاك العرض اللي كين مالتحت كامل كنخلي سوف يبقى نجيب ها الطالعة كيما كتشوفو ثم اللسيك يمكن لكم تضيدو 4 سنتيم 5 سنتيم على حسب اللسيك اللي غادي تديرو كي اللسيكات اللي عراض وكي اللي اللي كيكون فيهم 5 سنتيم 4 سنتيم على حسب اللسيك اللي عندكو قد تضيدو دائما وتضيدو الخياطة من التحت عود 1 سنتيم ديال لغلي من التحت لحسب هي ايفازيرا ما تبغيش تديرو لها لغلي يكون عراض 3 سنتيم ولا ربعة غاي جيكم مكمش سافي هكا كاتجي كاتجي ايفازي من التحت كاتجي عراضة بحل الكلوش ذاك القطعة اللي شاطنا مدكتو هدا هو الطريف اللي شاطنا مدكتو كامل كندير به ذاك الغيطاء ديال الرأس هو كيحتاج هاد الغيطاء كيحتاج هان السميتر خصكم يكون فيهن السميتر في الطول هنرا كندير في العرض ديالو مجهة داك الجيه اللي غتكون لها سقالي في الرقابة كندير فيها 22 الطول ديالها كندير 50 كنعلم كما كتشوفو كندير خط هاد الدورة هاد هي هاد الجيه هاد هي اللي غتكون عندنا الدورة ديال لوجه كندير فيها 17 او كنصيلو داك النقطة لعند النقطة نصيل بخط سافي هاد الغيطاء ديال الرأس راح ساهل طريقة ديالو ما فيه شي صعوبات كنعلم داك المنتصف باش ما نجي لركب له داك القيطع اللي غترك فيه اللي كتجي دايرا هنه كنجيب كننطوي التوب هنا لاربعة كما كتشوفو كتكون بسدودة باش كتجينا ذاك القيطع عم دوبلا هاد هي اللي صقوها في الغيطاء ديال الرأس كنديرو فيها تمايا ذاك 17 اللي درنا في الدورة دلوجه كننقصو عليها واحد ثلاثة سانتي وكننطلعو بواحد تلتاشل سانتي سافي ونديروها كايا كما كتشوفو ندوروها غيب يدينا كما كتشوفو كتجي عليها تشكل هذا ان شاء الله في الخياطة غادي تشوفو كي غندير لها هنا غادي نفصل داك البندة ديالك ما جبتل القيطعة ديال الكمام كما كتشوفو طويتها هالا 4 وغادي نحطو لذاك البندة عندي فيها غا ندير فيها 20 لحسب باش يجيني لكم شوية من يتلبس ما يجيش مجبد وتوجي طويل شوية وفي العرض من اللي تحت مجيهة راس لكم كندير 17 والجيال اللي غا تكون لسقالي في القطعة الفقانية غا تكون فيها 20 كما كتشوفو كنعلمو تمو غادي نصيلو نقطة عند النقطة هذه البندة ديال لكم ديالنا ولأول مرة كتشوفو الفيديو ما تنسوش تدعمونا وتشاركو في القاناة وتخليونا التعليقات ديالكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة